هي الأحياء الخاضعة لسيطرة المعارضة شرقية حلب تنهمر عليها النيران من السماء ويقول الأهالي إن الطائرات السورية تلقي براميل متفجرة دون توقف فيما أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إلى أن روسيا شنت أكثر من 130 غارة منذ إعلان الجيش السوري الخميس بدء هجوم كبير شرقي المدينة ووصف مصدر عسكري سوري الهجوم على شرقية حلب بأنها عملية كاملة تشمل هجوما برية مشيرا إلى أن الهجمات الجوية والمدفعية التحضيرية قد تستمر لفترة من الزمن وقال مسؤولون من المعارضة المسلحة وعمال إنقاذ إن قنابل حارقة كانت ضمن القذائف التي ألقيت على شرقية حلب وريفها ومن جهة أخرى أشار مدير خدمة الدفاع المدني بشرقي المدينة إلى أن ضربات جوية أصابت ثلاثة من أربعة مراكز للدفاع المدني ما أسفر عن توقفها عن العمل طبعا فراء الدفاع المدني كان أكثر من 25 غارة من الساعة 5 صباحا حد الآن ومتوجهين كانوا فراء الدفاع المدني عا بيشتغلوا بيطالعوا المدني من تحت الأنخاذ طبعا كان فري الأطفاء هون ضررت أربع آليات هنا عنها الأطفائية طلعت بشكل كامل عن الخدمة وفي الأثناء قالت الأمم المتحدة إنها تبحث عن طريق بديل لإرسال مساعدات إلى شرقية حلب فيما لا تزال أربعون شاحنة محملة بمساعدات إنسانية علقة في منطقة بين تركيا وسوريا نبحث إمكانية إرسال قوافل إغاثية داخلية إلى شرق حلب ولا توجد لدي تفاصيل إضافية عن الموضوع في هذه المرحلة ومن المهم للغاية أن نتمكن بصفة دائمة وآمنة من دون قيد أو شرط من الوصول إلى جميع المحتاجين في جميع أنحاء سوريا فضلا عما يقرب من خمسة ملايين ونصف المليون شخص محتاجين في المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها ووصف المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وضع حوالي ربع مليون شخص يعيشون في الجزء الشرقي من حلب بالمأساوي شكرا